كنت نخدم معناها ما يقارب إكسبريونس عشرين سنة حاولت باش نخرج من الفقر والخصاصة لقيت برشة عرقيل في خدمتي لقيت برشة مشاكل في خدمتي خرجوني من الخدمة دخلوا في بلاستي رقم مئتين وثلاثة وثمانين هاشنوه قالولي قالولي تجيب النا شهادة طبوية لأنت سليم الملاك حاولى حتى كلمة أسباع الخير والسلام معاش قيل هالي تهديد إنا باش يخرجني من الدار وأنا قاعد نقاسي الامرأة اطلقت يحبوني نترميه في البحر يحبوني نتشنك يحبوني نتشنك أنا اسمي جلال بن علي القروي من معتمدية نفزة وولاية باجة كنت نخدم في تابعة الدولة تابعة وزارة التجهيز عندي كنت نخدم عندي ديبلوم كوندكتور ديترافوجيني سيفيل معناها ما يقارب اكسبريونس عشرين سنة حاولت باش نخرج من الفقر والخصاصة حاولت باش اني نشارك في الحياة المهنية بالواجب بالضمير بالأخلاق بما يرضي الله بالأمور القانونية كل شيء لكن لكن لقيت برشة عرقيل في خدمتي لقيت برشة مشاكل في خدمتي جيت في بالي المشاكل اللي صايرتلي هي مشاكل كيف نقوله نحن تمس من مجلة الشغل ولا ارتكاب خطأ من مجلة الجزائية ولا كذا نلقى روحي انه ثم لوبي فصومت رجات هيدا لوبي خطير جدا لوبي خطير جدا كسائر المؤسسات وانا نقول في كلامي هذا ليس بي كلمات معناها اللي يقولوا فيها كلمات شعبوية او كلمات رنانة او كلمات او كلمات الكلام نقول فيها رواقعي الكلام على دراسة اللي ما سلمتش في حقي كتونسي منذ 1917 الى يومنا هذا وانا قاعد نقاسي الامرأة اطلقت وهاني رجعتها ويمكن تزيد تطلق الملاك ولا حتى كلمة اصبعها الخير والسلام معاش قيل هالي تهديد انه باش يخرجني من الدار تهديد في كل الاماكن جراء واشنوه الجراء السيد هو وزير سابق وزير سابق نزيد نقولها وانا متأكد من كل الكلام اللي نقول فيها وزير سابق هالسيد الوزير هذا عنده حاشية تبعاته تخدم في اللي يخدم في هضم بجلين مكرمين معناها انك المتهم دايرة كيف نقوله نحن بالمثل العزري يحكم في السيد هو عامل هذا باحترامي للاشخاص انا نشبط بالاشخاص كموظف اداري كموظف اداري باش ما نتحاولش على الاعتداء على موظف واوة وكل لغة الخشابية المشكلة 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 انتاعي الرئيسية اللي هم اللي هم خرجوني من الخدمة وكي خرجوني من الخدمة انا رقمي 282 في شركة بعد ما خرجوني دخلوا في بلاستي رقم 283 اللي هو والدخط وخاله والسيد الوزير ونشكت للسيد الوزير هاو الفساد هاو ونحبوا يستعملوني باش نقيد عباد مش حاضرة في الخدمة باش تمس تكمل الدولة وتكمل الفساد الحقيقي اللي هو الجذور الأصلي انتاع الفساد جيت انقاوم كل مرة نلقى اروحي موقف في مركز كل مرة نلقى اروحي مرمي قدام وزارة التجهيز اقصي العزيزة يا اية والصحفية اني وزارة التجهيز ولت بالنسبة لي اني ثكنة ولا حسن ولا الثكنة كل ما نمشي ونعود في السبع مقيد بالاسم جلال قروي ما تخلهوش يدخل وزارة التجهيز عندي 32 ورقة حلتها على السيد الوزير ما جاوبنيش قابلت سينوردين بن سالمة في الشارع فهمتني ببوكاء او نقولها ببوكاء اخاطر في تونس اذا ما تنجمش تقابل الوزير وما تكدمش تقابل فهمتني قابلت السيد منسو في السليتي في الشارع ترميت قدامكم الكرهبة كي انه بلعلي في وقت بنعلي نجي هاي نصرفق وبعد النقابة هاي والتونسي والزال مزال هاي الحقيقة الصحيحة الحقيقة مرجحة امشيت للسيد رئيس الحكومة بوكاءا وصوراخا ونجم نقول انا غلطت شوي امشيت على اساس لرئاس الحكومة على اساس باش نعرض وضعيتي للسيد سيد المشيشي اشنوه نلقى روح يموقف في مركز في باب ابنات دخلت المركز باب ابنات والله العليل عظيم انا حاشم سيد رئيس المركز الله يرحم والدية تم رشونا فيه في البلاد اعطاني عشرين دينار وقال لي برة قال لي انسان انظيف كيف هذا قاعد بطال قال لي هاتلى ورقتها ونعاونوه كيفاش للوظيفة الحمومية يا رسول الله باش يشوفوا هاي الشريكة كيفاش تلعب بمواطن تدمروا وتهدموا وتخرجوا من معزة وتخرجوا تخرجوا يحبون ينترميه في البحر يحبون ينتشنق يحبون ينمشوا لله فيني باش نولي من ناس اللي يتجاوزوا الخطوط الحمراء للدولة لكني متمسك باليظام الدولة وانا شادي ان السيد عنده ثمنتاش بالمية من العمال الكادر في شهادين الخدمة سي البيدي جي هاو رقمه هاو رقمه لهنه هز عليا مرة مرتين ما عاش يهز عليا التليفون اشنوه قالولي قالولي تجيبنا شهادة طبوية اللي انت لا ساليم جيبت لهم شهادة طبوية من الحكومة باش بيقولوش مدلس هاتفضل ما القوة قالوا لا هذا لا هاتين شهادة طبوية اخرى وحييها تلك المرأة اللي تخدم في وزارة التجهيز اعطيتني سبعين دينار وقالت لي انت على حق هاي السبعين وهاتين لهم الشهادة طبوية اللي انت ساليم مدارك العقلية امشيت جيبت لهم الشهادة طبوية تضبطوه البيكابابل البيكابابل اللي ديكون دوير سون ترافاي سون ترافاي جيبت لهم اش اعمال للسيد البيدي جي السيد البيدي جي يا اختي العزيزة راما الشهادة طبوية في سلة المهملات راما الشهادة طبوية في سلة المهملات وأنا يا أخت العزيزة تو أناشد الشعب التونسي وأناشد السيد الرئيس الجمهورية أني أناشد رئيس الحكومة أن يستجيب لمقابلتنا وافتتاح ملف لأن ملف دمر عائلة ودمر برشع الناس ولكن واحد في شهرين يعطوها عاون إداري كان سرح بالغلم وأنا مستوى كون دكتور ترفو جيني سيفيل يجي خرجوني ونمشي لوزارة التارفي بسم الله أعطاني زوز باكوات شربة وباكو كوسكسي شوف الفضايا شوف هاو الفضايا أنا نعب نخدم عملت ونلقيت روحي المسكر عليه البيبان عملت دراسة مشروع لكي نعمل مقاون عملت برو جي وعطيته للسيد المعتبدة تحي التضامن على أساس لكي نشارك في الحياة المهنية ونخدم عبادة معايا برا هاو عند المحاسب برا أنت أخرش قاعدت نمشي ونرجع نمشي ونرجع حبيت نحفر بيئر عميق في جميلية اللي يقولوا جميلية عطاشة باش تشرب منها العبادة خطر منطقتنا تبعد على البراج الحزام الأخضر 20 كيلومتر ما عدوا ناش عاجزة الدولة عن مد القنوات حبيت نعمل برو جي ثاني الشهادتي نعمل بها 60 برو جي خطر صالح ونحب نخدم لكن وين هو البي دي جي هذا البي دي جي أني نتحمل ومسؤوليته أنه حقرنا أنه حقرنا وإن شاء الله السلطة الرابعة تبلغ صوتي للسيد الرئيس الحكومة أنت تحب ما تسيرش الحكايات هذا المظاهرات والاحتشاد هو العمل أعطينا نخدمه